السلام عليكم تابعي على قناة ايزي ارنا عاملين اي رب تكونوا بخير اول حاجة المسابقة اليومية نسيب عنوان محفظة الباير تحت في كومنتات ومعانا المسابقة الاسبوعية على خمسة دولار لما شاركش فيها يشارك واللي ما شافش الفيديو هسيب الفيديو في الدسكريبشن معانا بقى ايه النهاردة النهاردة هنبتدي في كورس ربح الروبل انا هستفاد ايه من الكورس دوا انا هقول لك ان انت هتشتغل على الكورس ده المواقع اللي انا هقول لك عليها دي هتجمع منها الروبل باستراتيجية معينة طريقة لحد اما هتوصل اللي انا هقول لك رقم معين من الروبل بعد كده انا هديك استراتيجية تكسب منها يعني مسلا تلات ايام خمسة دولار كل خمسة ايام يبقى معاك عشرة دولار مبلغ كويس تقدر تبتدي به في اي حاجة او تسحبه تمام فاحنا الكورس ده هنهتم به ونجمع منه بس المبلغ في الروبل الاول وههعلمكم بقى بعد كده ازاي الاستراتيجية دي عشان هي معتمدة عليه هنروح لاول موقع الكورس ده هنزل على كذا حلقة اول موقع اسمه اي بي ويب الموقع دوا تقدر تجمع منه الروبل بسهولة جدا ازاي بقى هنسجل فيه هندوس اول حاجة على من هنا تلاقي هنا تكتب انت عايز الحساب بتاعك ايه هتختار الخيار دوا تكتب اللوجن بتاعك وتكتب الايميل تكتب الباسورد تأكد الباسورد على ما عامت صح هيدخلك على طول بس بعد كده يطلب منك التفايل فانت روح فعل على طول من الايميل بتاعك هنروح بقى نسجل هندوس على انبوت جنبيها وهنكتب اللوجن بتاعنا والباسورد وندوس على دخول هيفتح معانا بالمنظر ده طيب انا اول حاجة هعملها ايه اول حاجة خالص هتروح على كلمة اكاونت تحت من القائمة اللي في على الجنب سيبك من الحاجات دي هتختار في الاختيارات دي بعد ما هتختارها هتنزل هتربط كل حاجة من دول يعني كل حاجة من دول بالاكاونت بتاعك مثلا اول حاجة هنروح نسجل على وهتروح دايس على هيحولك على عشان تدي له اذن هندوس كده اه هيحولك بس طبع عشان مش مسجل فيه فانت هتسجل فيه سهل جدا زي الفيس بالزبط وبعد ما هتسجل فيه هتروح دايس على هترجع تاني وهتلاقي ان الحساب معاك اضاف دي بعد كده الفيس سهل برضو نفس الفكرة بالزبط واليوتيوب نفس الفكرة بالزبط اول ما تدوس بيروح هو ويقول لك متابعة بتدوس متابعة وامر سهل جدا بتشوف المواقع دي وتسجل فيها دي كده حسابات السوشيال اللي هتسجل فيها بعد اما خلصناها وكل حاجة هندوس على هتنزل هنا هتكتب عنوان المحافظ اللي انت هتسحب عليها ليه عنوان محافظة الباير هتلاقيه عندك هنا بتكتب عنوان محافظة الباير هنا تحتروح كتب باسورد وتدوس سيف كده تحافظ معاك المحافظة وياريت تكتب المحافظة صح عشان تقريبا بتتغيرش خلا بلكم في المواقع دي انت مش راف تعمل ايميلين فيه ولو كتبت المحافظة غلط فخلاص مش هتتغير هندوس على ارننج عشان نبتدي بقى زي نكسب من هنلاقي اول حاجة اسمها السيرفنج اول ما هتدوس عليها هيفتح لك المنظر ده بيقول لك ايه بيقول لك ان انت هتعمل هنا اه زي او هتشوف هو مطلوب منك ايه اهو تحت يقول لك اعمل وهتاخد ده واحد وعشرين سنت من عملة الروبل يعني تقريبا ربح روبل مهمة واحدة طب انا هنفز المهمة دي ازاي هتروح دايس على اوبن نيو ويندو هنجرب كده مع بعض هنلاقي فتحت معنا الصفحة بالمنظر ده فتح لك صفحاتك انت على انستجرام او انت ممكن في اول خالص انت مش بسجل هيقول لك سجل وهتسجل عادي هتعمل دلوقتي احنا عملنا فولو هفاهمكم بقى ازاي تاخد الروبل ما ايش هندوس على اوبن تاني اهدلوقتي احنا عاملين فولو هنروح واغدين كده طبعا انت هو بتستخدم كمبيوتر فانت هتلاقي فيديوهات كتير بتقول لك ازاي تاخد سكرين او في برامي كتير بتاخد سكرين هنرجع للموقع هندوس على اللي هي الصورة دي من تحت بعد اما هندوس عليها كده دوس على بعد اما بتختار الصورة بتلاقي ظهر مربع هنا مكان والصورة بتحمل معك حصل اي مشكلة ولقيت ان لسه موجودة زي ما هي فانا هسيب لك برضو الموقع ده اسفل الفيديو دوس على اختار صورة بعد كده بدوس رفع الصورة بيديك رابط لها بتاخد الرابط دو عشان انت لو حاس ان الصورة فيها يعني ايه مرضتش تترفع او رخمت معك هتيجي هنا وتروح حاطة اللينك بس وبتدوس على بس كده المهمة ايه المهمة عند المعلن نفسه وفي خلال خمس دقايق بتلاقي الفلوس دي ادفت لك فاهميني هو بس بتاكد من ده بيشوفه بنفسه وبيروح ضيف لك الفلوس ودي معنا مهمة تانية بحداشر سنت مجرد ما هتعمل ايه لايك وفولو على البيج على الفيس كده انت عرفت الطريقة بتخش على الفيس هتعمل لايك انت بتقرى من تحته لايك وفولو وهتدوس على ادت سكرين بعد كده بدوس على ابلوت فايل يا سند لينك هنرجع بقى كده تاني نشوف معنا ايه عداش بورد بتاعتنا هندوس على ارنينج وهنلاقي عندنا تاني حاجة اسمها سوشيال تسك دي مهمة بقى لنا اللي احنا ايه دفنا فيها الاول الحسابات بتاعتنا ما قلنا همديه في الحسابات ليه عشان نشتغل على دي انت دي الخانة دي مش هتفتح لك خالص غير لما تديه في حساباتك هنلاقي ان دي بجد حاجة يعني مهمة جدا بيقولك ان انت هتاخد اكتر من ربع دولار تلاتة وتلاتين سنت من الروبل بمجرد ما هتعمل سبسكرايب على الاتشانل دي هتدوس على ستارت تاسك هيفتح معاك على اليوتيوب اهو فتح معنا الاتشانل هنعمل سبسكرايب ونرجع تاني للموقع اول ما ترجع هتلاقي العلامة دي ظهرت هندوس عليها كليش هسنت بطيق شوية كده المهمة عملت وبرضو في خلال اقل من تلات دقايق او اربع دقايق هتلاقي الفلوس اده فطلق الموقع ده اشتغلت عليه فترة كبيرة يعني ياريت تستغلوه تعمله منه مبالغ كويس انت هتلاقي بص كل المهام يعني ولك هتشوف الفيديو ده 15 ثانية وتعمل لايك هتاخد 18 سنت من عملة الروبل انت يوميا هتقدر تعمل من الموقع دو اكتر من 100 روبل انا بقى محتاج منك في الكورس دو كله تكسب كم روبل يعني اللي انت في الرنج من 100 ل 150 انا عايزك تجيب دول وتيجي تسألني بعد كده لو عملت الاستراتيجية اللي انا قلت لك عليها وما كسبتش الخمسة ودولار هتكسب خمسة لور في خلال يومين من الاستراتيجية اللي انا هقول لك عليها بس انت في الاول تبع الكورس دو وزي ما قلتلك تشتغل عليه كويس جدا عندنا بقى هنا لو دوسنا هيقول لك ان انت ماشي هتتعمل في الاكاونت بتاعك هتضيف المحفظة طبعا عشان عايزك ما دفتش المحفظة فهنضيفها كده مع بعض هنرجع هنكتب في محفظة الباير هكتبها اهو ادي كتبناها وكتبنا الباسورد ودوسنا على حافز وتسيفت معانا ودوسنا على الارنينج تاني ودوسنا على الوزدرو فاوند لان الحد الادنى للسحب هو تلاتة روبل وهدي اه في مهمة هو احنا عملناها ودضفت معانا ودوسنا كده على الاشعارات خدنا الاتنين والواحد وعشرين سنت من عملة الروبل بتوع اللي هو السيرفينج وبرضو يعني شوفتوا الفيديو ما اخذتش دقيقة لدوبة انا عملت المحفظة بس فترة اللي فاتت دقيقة انا مكنتش عملتاك انت هتشوف ان اقل من دقيقة والفلوس تضفت وبرضو نفس الحكاية في السوشيال تاسك هتلاقي انه في اقل من دقيقة الفلوس بتتضف بعد الساعة هتكتب هنا المبلغ اللي انت عايز تسحبه طبعا احنا قلنا حاجة تلاتة روبل فهتدوس على سحب هيوصلك السحب بنجاح الموقع ده وانتقدر تعمل منه مبالغ كويسة دي كده كانت الحلقة الاولى من الكورس اللي احنا قلنا عليه وان شاء الله هنزل بقى الحلقات في وقت قريب عشان نقدر نخش على السرطية على طول ونعمل مبالغ كويسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة